اشتركوا في القناة أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي معكم فيه أحمد العنزي والبداية دوماً بأبرز العنوين الكويت وبريطانيا تعزيز العلاقات على مستوى البرلمانات أي ظرف ممكن أن يمنع الطلاب من الحضور لهم الرأي والاتخاذ الرأي السياسي في القيام بهذا الشيء تعطيل الدراسة بيد مدراء المناطق التعليمية وزارة الأشغال من أقل الوزارات التي فيها تأخر في لوائحها التنفيذية الأمير يشيد بأداء الأشغال في التنفيذ والإنجاز السعودية تكشف المفجرين وتعلن عن مكافأة للمبلغين إذا كان دولة لا يجد فيها ضرائب فأين الدائرة الاقتصادية السليمة؟ أين خدمة المجتمع؟ بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل الضراب على الشركات بين الحاجة المالية والمعطيات الاقتصادية وفي النشرة العزلة تقصر العمر استقبل رئيس مجلس الأمم رزوق الغانم رئيس لجنة الصداقة البريطانية الكويتية في مجلس العموم البريطاني في ليبلي وعضاء اللجنة وتناول لقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وأسبل تعزيزها ودفعها قدما في شتى المجالات وخاصة على المستوى البرلماني وأكد التزام بريطانيا التام بأمن الكويت ودول الخليج كما شدد على أن تفاقية تبادل المطلوبين أمنيا وجنائيا بين البلدين والتي ساهم الرئيس الغانم والوفد الذي رفقه بالتسريع بها خلال زيارته للندن في أكتوبر الماضي وصلت إلى مراحلها الأخيرة بانتظار الانتهاء من بعض الأمور الصياغية تمهيدا للمصادقة عليها نهائيا في أقرب وقت صلاحية تعطيل المدارس بيد مدراء المناطق التعليمية وذلك بعد أن منحهم وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى تلك الصلاحيات في حال الضرورة وقال عليسى خلال زيارته لمدرسة سبيعة بنت الحارث المتوسطة للبنات التابعة لمنطقة الأحمد التعليمية أن المدرسة تحتوي على البرامج والأنشطة المدرسية التي تهتم بتحسين أداء الطلبة علميا وتأصيل روح المواطنة الصالحة التي نحتاج لتطبيقها في المدارس زرنا هذه المدرسة وشفنا حقيقة نوبرت في ما يعمل في هذه المدرسة من تحسين الأداء ليس بقط من الناحية العلمية والأكاديمية ولكن حتى تحسين الأداء في المواطنة الصالحة التي دائما نحتاج لتطبيقها الذين زاروا هذه المدرسة يمكن من يومين زارها أحد الخبراء من البنك الدولي هو أسترالي وذكر أن النوعية المدارس لم يجدها حتى في أستراليا بلقنا المدراء العموم على أساس والأول أيضا مدراء المدارس أن أي ظرف ممكن أن يمنع الطلاب من الحضور لهم الرأي والاتخاذ الرأي السياسي في القيام بهذا الشيء على هامش افتتاح معرض ومؤتمر قطاع الهندسة الصحية أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأم علي العمير على أن الأشغال من وزارات الدولة الأقل تأخرا في تنفيذ اللوائح مشيرا إلى أن التنسيق جار مع وزارات الدولة الأخرى لتسريع عجلة الإنجاز بحمد الله وزارة الأشغال من أقل الوزارات التي فيها تأخر باللوائح التنفيذية وهذا الحقيقة إن شاء الله أيضا الجهد نتعاون فيه مع باقي الجهات الحكومية من أجل تنشيط الإنجاز ومن أجل رفع نسبتها في كافة القطاعات الحكومية وبصفة وزيرا أيضا للدولة لشؤون مجلس الأمة نتابع حقيقة اللوائح التنفيذية وسرعة إن شاء الله أنجازها حتى يستفاد من القوانين التي وقررت في مجلس الأمة قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري أن انخفاض أسعار النفط أثر كثيرا على أرباح المصافي مبينا أن تكلفة تكرير برميل النفط تتراوح بين 4 و 7 دولارات حسب المصفى وتكاليف تشغيلها وأضاف الامطيري إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤثر سلبا على بعض المشاريع غير الاستراتيجية والتي يعاد تقييمها مجددا أما فيما يخص المشاريع الاستراتيجية فلا تأثير لانخفاضات أسعار النفط على مسيرتها وتنفيذها ومنها مصفات الزور ومجمع البترو كيمويات ومنشأة استقبال الغاز المسال تنطلق غدا الأثنين فعليات المؤتمر الوطني وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي في مؤتمر صحفي أن المؤتمر يتناول دور الاقتصاد المعرفي في وظائف الدولة المعاصرة وسيستمر على مدار يومين ويركز على العنصر البشري وتعزيز الشبكات المعرفية داخل الكويت وخارجها إضافة إلى التشريعات اللازمة لذلك سيكون هذا المؤتمر محوراً أساسياً سنبدأ به بإذن الله لتأسيس وإنشاء المركز الوطني للاقتصاد المعرفي هذا المركز سيكون المنصة التي سننطلق منها في جمع الجهود المتعددة فيما يختص في الركائز المتعلقة في الاقتصاد المعرفي ومنها ركيزة تعزيز الرأس المال البشري الإبداعي وليس الإيداعي في السعودية أعلنت وزارة الداخلية استشهاد رجلي أمن في مدينة سيهات بمحافظة القطيف أثناء قيامهما بتأمين مركبة لنقل الأموال من ناحية أخرى تم الإعلان عن هوية الانتحاري الذي فجر نفسه في مسجد الإمام الرضا بالإحساء يوم الجمعة وهو عبد الرحمن عبدالله سليمان التويجري ويبلغ من العمر 22 عاماً كما كشفت وزارة الداخلية السعودية تفاصيل الاعتداء على مسجد الطوارئ في أبهى والتي وقعت في السادس من أغسطس الماضي وخلفت 15 شهيداً وقالت الوزارة في بيان أن الحادثة كشف خلايا دعمة الانتحاري الذي فجر نفسه في المسجد مشيرة إلى أن خليتي الموينسة في الرياض وضرمة دعمة الانتحاري وأضافت أن المدعو فهد فلاح الحربي وزوجته عبير الحربي نقل الانتحاري إلى أبهى وأن الموقوف عبير الحربي خبأت الحزام الناسف تحت قدميها وقالت الداخلية أنه تم القبض على جندي من الطوارئ ساعد الانتحاري على التفجير وهو الجندي صلاحة لشهراني الذي خان الأمانة وغدر بزملائه وتابع البيان أنه تم القبض على فؤاد ألف دهوي وصالح الدرعان لمساعدتهم الشهراني لافتاً إلى إعلان أسماء تسعة مطلوبين تورطوا في تفجير مسجد الطوارئ بأبهى رصدت وزارة الداخلية السعودية مكافآت مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على أحد الإرهابيين المتورطين في تفجير المسجد وستزداد المكافآت إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب وإلى سبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية سبعة عشر مصريين لقوا حتفهم وصيب أربعة وعشرون آخرون في حادثين بجنوب القاهرة بسبب الضباب الكثيف وذلك في حادث قطار قادم من الصعيد دهس سيارة أمام قرية البليدة بالعياط وعلى صعيد آخر قتل قتل عشرة أشخاص وأصيب تسعة عشر آخرين في حادث ثاني قرب من سويف على طريق الجيش الشرقي السيوت القاهرة إثرى تصادم ما يقارب من خمسة وعشرين سيارة متنوعة بين نقل وأجرى وملاكي بسبب الضباب وفي اليمن تم العثور على جثة الشيخ سمحان عبد العزيز الراوي أحد قادة المقاومة الشعبية في حي البريقة وسط عدن وكان الشيخ الراوي قد اشارك مع أجزة الأمن والمقاومة في حملة المدهمات وكشف عن معمل لتفخيق السيارات قبل نحو أسبوعين من جهة أخرى اتهمت منظمة هومن رايتس ووتش الانقلابين الحوثيين في اليمن بمصادرة مواد أساسية في طريقها إلى مدينة تعز التي يحاصرونها منذ أشهر في جنوب البلاد مرتكبين بذلك انتهاكات جسيمة للقانون الدولي فرض ضريبة بنسبة 10% على الشركات بات أحد أبرز المقترحات التي من الممكن أن تأخذ بها الحكومة لمواجهة العز الحاصل في الميزانية جراء تراجع أسعر النفط غير أن تفعيل هذا المقترح لا بد وأن يقابله خدمات مقنعة لقبول الضريبة تقرير ابتسام رمال الحديث عن فرض الضريبة على الشركات أصبح الشغل الشاغل في المجتمع الكويتي الأمر الذي يطرح تساؤلات حول تداعيات هذه القضية بنظر المتخصصين في المجال الاقتصادي فرض الضريبة يثني عليها الاقتصاديون الذين يرون فيها مصدرا إضافيا للدخل في مقابل توفير الدولة للخدمات الدولة اليوم بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل على اعتبار أن أسعار النفط قاعدة تتراجع ومن غير المتوقع أن ترجع مرة ثانية أسعار النفط إلى الأسعار التي كانت عليها في السابق وبالتالي هناك مشاكل في الميزانية وأصبح هناك ما يسمى فيه اختلالات حيكلية في الموازنة العامة للدولة لقاء هذه الضريبة يتم تقديم خدمات للشركات بحيث أنك تشجع هذه الشركات أنها تستمر بالكويت وأنها تي تشتغل بالكويت ولا يكون هذا السبب أو العامل يكون عامل طارد علينا الانتباه بأهم شيء أيضا أنه ما يكون لآثار جانبية وهي طبعا تجاه رفع الأسعار ولكن ما هي الإيجابيات والسلبيات في حال فرض نسبة العشرة بالمئة؟ إيجابياتها ربما تكون للحكومة أكثر من الشركات لأن مناسبة أو نقول مشاركة أصحاب رؤوس الأموال لأرباحهم بنسبة وإن كانت صغيرة أو كبيرة هو ليس بجانب حرية انتقال رؤوس الأموال وحرية نظام الرأسمالي وزيادة تحسين بيئة الأعمال آراء أخرى ترى أن النظام الضاربي هو أساس من أسس تطوير الدولة دائما لما نجي طارد ناحية الضرائب الكل يتكهرب والكل يخاف معناه هو أساس من أساس اقتصاديات الدولة إذا كان دولة لا يجد فيها ضرائب فأين الدائرة الاقتصادية السليمة؟ أين خدمة المجتمع؟ أين الأمور اللي وفرتها الدولة لمثل هذه الشركات للنشأ؟ أو للاستمرار بعملها؟ فدائما في شيء مهم جدا يجب أن يكون موجود هو قبول هذه الفكرة وليس تكرما من الشركات هذا حق يجب أن تدفع كل شركة أو حتى مواطنة هذا ويرى المراقبون أن إقرار النظام الضاربي يجب أن يمر من باب البرلمان وليس فقط من خلال الحكومة ابتسم رمال الراي قد تؤدي العزلة الاجتماعية إلى نقص عمر الفرد حسب ما رصدت دراسات وأبحث وربما لهذا السبب يفضل كبار السن العيش في مجموعات على العيش وحيدين تقرير خالد الفرس كشف باحثون أن العزلة قد تؤدي إلى تناقص عمر الفرد وأن الشباب يميلون للعيش بمفردهم بينما يلجأ كبار السن للعيش في مجموعات ورصدت الدراسة التي أجرتها جامعة بريغ هام يونغ على نحو ثلاثة ملايين شخص حتى عمر الخامسة وستين عاما تغيرات في السلوكيات الصحية والمعيشية وربطت الدراسة بين معدلات الوفاة المبكرة والوحدة التي قد تعادل في قوتها تأثير زيادة الوزن على الصحة أو السجائر والكحوليات التي تعد سببا ذات تأثير بالغ ويؤدي إلى الوفاة وقالت الدراسة التي نشرتها دورية أبحاث أمريكية إن التواصل الإلكتروني يقلل من الشعور بالوحدة ولكنه لا يكفي داعية إلى زيادة التواصل بين الناس وجها لوجه من جانبه حذر تيم سميث المؤلف المشارك في إعداد تلك الدراسة من انتشار المستقبلي لما أسمعه وباء الوحدة بسبب قلة التواصل بين الناس جسديا واكتفاؤهم بالتواصل الإلكتروني خالد الفارس الراي تداول إيجابي تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير أهلا بكم قال الرئيس التنفيذي لبيت تمويل الكويتي مازين الناهض أن المؤشرات المالية للبنك إيجابية وتعكس الأداء المتوازن على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط وأضاف النهض أن البنك حقق صافي أرباح قلال العام المنصرم بلغ 146 مليون دينار بنسبة 15% نموا عن العام الفأت حققنا بفضل الله وتوفيقه صافي أرباح خلال عام 2015 بلغ 146 مليون دينار نسبة نمو مقدار 15% عن نفس الفترة من العام الماضي بلغت ربحية سهم 31 فلس كما ارتفع صافي إيرادات التمويل 8% ليصل إلى 393 مليون دينار كويتي وزعنا عواء التنافسية على الودايع منها 2.35 الودايع الخماسية 2.15 الودايع الاستثمارية المستمرة وقد أوصل مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 17% وأسهم منحة بنسبة 10% بشكل عام المؤشرات إيجابية وتعكس الأداء المتوازن والمركز المالي القوي للبنك رغم التغيرات الاقتصادية والصعوبات في البيئة التشغيلية في ظل انخفاض سعار النفط هذا ما يدعونا إلى مواصلة التحوط واتباع سياسة متحفظة لمواجهة هذه المتغيرات بمرونة عالية بما فيه تعزيز المخصصات الاحترازية وتنويع الإرادات بما يحقق استدامة في النمو أغلقت سوق الكويت للأوراق المالية تداولاتها على ارتفاعاً في مؤشراتها الثلاث بواقع ثمانية نقاط ونحو خمسة عشر نقطة في حين صعد الساري بمائة وأربعة نقاط وعشر نقطة أما مؤشر كويت خمسة عشر فقد اختتمت عملاته مرتفعاً بعشرين نقطة وعشر نقطة وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو خمسة وعشرين مليون وثلاثمائة ألف دينار سالموا من الأصفر للأخضر التفاصيل في صفحة رياضية بعد هذا الفاصل أهلا بكم قبل ساعات قليلة من إغلاق باب الانتقالات الشتوية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم أنهت إدارة النادي العربي صفقة انتقال مهاجم نادي القادسي الكنغولي دوريس سالمو ليلعب في صفوف العربي خلال الفترة القادمة وكانت إدارة القادسية قد طالبت سالمو بتسوية عقده مع الأصفر لعدم اقتناع مدرب الفريق دالبور بمستواه الفني وفضل عليه الكرواتي إيفان القادم من فريق الفححيل افتتحت الهيئة العامة للرياضة قرية وينترلاند الترفيهية بضحية مبارك العبدالله التي تضم عددا من الألعاب الترفيهية والعروض الفنية وذلك برعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وقال نائب المدير العام لشؤون الشباب في الهيئة أحمد الخزعل أن الهدف من إقامة القرية هو استغلال الأرض المخصصة لمركز الشباب بالمنطقة في إقامة ألعاب وفعاليات ثقافية وفنية ورياضية تناسب الجنسين وأضاف الخزعل أن هذه القرية التي تضم الألعاب الترفيهية وساحة للتزلج على الجليد ومسرحا للعروض الفنية ومقاهي ومطاعم وعددا من الأكشاك المتنوعة للمشاريع الصغيرة تقام بمشاركة من القطاع الخاص هذه القرية قيمت على أرض مخصصة هي أساسا مركز شباب لكن تم استغلالها خلال الفترة هذه مناسبة الجو بإقامة هذه الفعاليات التي ترونها وأيضا بمشاركة المطاعم والقطاع الخاص ولله الحمد الفكرة كانت ناجحة وبإذن الله هناك توجه قوي لتعميم هذه الفكرة على الأراضي المخصصة للهيئة العامة للرياضة في المستقبل والموزع على المحافظات حتى تقام هذه الفكرة يتم تطبيقها عفوا في أماكن أخرى من دولة الكويت ولله الحمد اليوم أنتم شايفين الحضور خاصة حضور الشباب من الجنسين حضور كثيف وقوي وهذا هو الهدف الأساسي من إقامة هذه القرية الوينترلاند لكن بإذن الله ستستمر تطبيق هذه الفكرة في أماكن أخرى كثيرة من الكويت وبفعاليات أخرى أيضا هذه ما هي إلا تجربة ورح تقيم التجربة إن شاء الله تعالى من قبل المعنيين في الهيئة وأيضا من قبل الجمهور والحضور والشباب أعلن الاتحاد الدولي للسباحة أن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف بطولة العالم في عام 2023 بينما ستقام بطولة 2021 في مدينة فوكوكا اليابانية وستكون بطولة الدوحة هي الأولى التي تقام في الشرق الأوسط بينما سبق لفوكوكا استضافة البطولة في 2001 وتفوقت فوكوكا والدوحة على مدينة بانجينغ الصينية التي تقدمت لتنظيم إحدى النسختين وقال ثاني الكواري الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية بعد الفوز بتنظيم البطولة أن استضافة بطولة العالم للسباحة لأول مرة في الشرق الأوسط سيكون فرصة رائعة لتطوير الألعاب المائية على المستوى العالمي وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية المشاركة معنا عبر إرسال فيديوهات أو صور لأي تجاوزات ترصدها كاميرات هواتفكم المحمولة من خلال رغم الواتساب الظاهر على الشاشة كما يمكنكم متابعاتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي يوتيوب في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر